في محاولة تشكل خطوة أخيرة لإسقاط بن يمين نتنياهو من رئاسة الحكومة في الانتخابات التي ستجري في إسرائيل بعد أسبوعين يسعى رؤساء أحزاب المعارضة سي بيليفني ويائر لبيد وشيلي يحيموفيتش إلى تشكيل كتلة مانعة من المركز واليسار لصدم عسكر اليمين وتثير هذه الخطوة قلقاً داخل حزب الليكود توجهت برسالة تفيد أنه ممنوع الاستسلام ويجب استغلال الفرصة أمام تراجع وضعف الطرف الآخر فإذا توحدنا سنكون أقوى وأكثر منهم هذا التطور حصل بعدما خرج رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق يوفالدسكين بتصريحات عن خطر أداء نتنياهو ونائبيه باراكواليبرمان مبدياً خشيته من طريقة إدارتهم شؤون الدولة إزاء التحديدات الأمنية المحدقة بإسرائيل من مختلف الجبهات نتنياهو لم يخفي قلقه من آثار هذه التصريحات فاستغل جلسة حكومته وراح يحاول التغطية عليها بالعودة إلى سياسة تخويف الإسرائيليين من الخطر الأمني فأبرز ما ادعاه من تهديد على الحدود المصرية وواصل التحذير من خطر التطورات في سوريا واشدد على أهمية إقامة سياج أمني على طول الحدود مع سوريا والأردن من الحدود الجنوبية المخاطر تتزايد ومن الجهة السورية على حدودنا نرى أن الجيش السوري بتعدى وجاء مكانه الجهاد العالمي ولذا نحن ملزمون بالدفاع عن هذه الحدود لمنع دخول المتسللين وأيضاً الإرهابيين وفيما أبرز نتنياهو مواجهة خطر صواريخ إيران وحزب الله وحماس في دعايته الانتخابية جعل اليمين المتطرف في حزبه من مسألة الاستيطان وتهجير فلسطيني الضفة أبرز مواضيع المعركة الانتخابية تحت شعار الحفاظ على أرض إسرائيل الكبرى على حد التعبير الإسرائيليين التحالف ضد نتنياهو جاء متأخراً جداً لكنه أفضل من لا شيء فقد كان نتنياهو يبني قوته قبل اليوم على ضعف منافسيه فإذا اتحدوا فعلاً ضده يمكن للمعركة الانتخابية الإسرائيلية أن تتخذ منحاً جديداً أمالش حادي من مدينة حيفا